اشتركوا في القناة ما بعرف ما فهمت بعدين شوي هيك ضيعت أوقات لما بتكتبوا بالعربي ربيع عم بيقول يمكن يكون إعجاب بس حب بده شوية وقت وشير كمان أنا بأمن بالارتيح من أول نظرة وممكن تأدي للحب بالمستقبل وليد عم بيقول ما في منه أصلا غير من المسلسلات التركية وجرح كمان بالنسبة لألي أنا لأ لأنه ما في حب صادق بها الأيام رح نتابع محطاتنا بعلم الصباح أنا اخترت لكم بعض الأفلام موجودين حاليا بصلاة السينما بالسينما جديد بالصلاة الفيلم الانيميتد The Not Job بنسخة 3D مع أصوات ويل آرنت كاثرين هيجل وبرندن فريجر ولمحبي أفلام سينس فكشن والفانتسي آي فرانكنستاين مع بيل نايي وآرن أكهايت فرانكنستاين 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 وبس بالمتروبولي السوفيل ولى غاية 5 شباط فابريلي بتنظم دمتروبوليس اسوشييشن والفرانش انستيتوت بلبنين مهرجين ريتروسpectيف لأحد أهم المخرجين الفرنسيين كلوت شابغال رح نتابع محطاتنا أكيد مثل ما قلت لكم تليفونكم نخلو جاهز بيئتكن كارمن ناطرتكن ننتقل عندها بزودياك صباح الخير كارمن صبحكن بألف خير غيدة صباح الخير وحمد الله على السلام إلى شيف شادي اشتقنا لك يا شيف اتي زالتكن مباشرة على الهواس محولي اخذ ايميل قبل ما اخذ اتصال في عندي نورما موليد 21-5-73 عندي ساعة ولادي وعم تسأل بشكل عام عن الوضع عن الشغل وعن العائلة خلونا شوف شو القصة عند نورما نورما موليد 28 درجة 28-29 التورو الثور هذا الشي اللي بيقلي انه طبعا كل مولي برش الثور اذا بتعرفوا اذا عم بتتابعوني في عنده مواجهة شوي صعبة من زحل الموجود ببرش العقرب هيدا الضغوط نورما اول شي في شغلتان هيدا الضغوط راح تكمل معك ومكملة معك تقريبا شي سنة يعني بعد فيه ضغوط ويمكن تحس فيها اكتر في الاسابيع المقبلة في الاشهر المقبلة بنص السنة سنة 2014 يمكن تلاحظي انه فيه شوي ضغط اكتر من فترة اخرى شهر تشرين التاني من هلا عم قليك شهر تشرين التاني وشهر ديسمبر هني من من الشهر اللي معقولة تحس فيها بشوية ضغط وشوية تعب فيه انفراجات ايه فيه انفراجات فيه بعض التحسن فيه بعض التقدم عطتيني ساعة ولادي بقلك انه بيهسني فيه بعض الارتياح فيه بعض الاخبار الجيدة فيه بعض الاستراحة مثل ما انت عم تسألي وانت رح يخف الضغط بس بقلك انه الضغط تقريبا مستمر بين الحين والاخر في شوية راحة الجو العام متقلب واحيانا فيه استراحات تعرف تستفيد منهم هيدا كان بالنسبة لنورمة بناخد رولا تعالوا تفضلي رولا بس وطيلي صوت التي في بليز اي اوكي انا خلقان 22.05.74 بين 11 و 12 الظهر 22.05.74 بين الساعة 11 الظهر الساعة 11 الظهر والسؤال بدي اعرف اذا في عندي زواج وهالسنة كيف يعني عندي شرية بيت او زواج هالسنة هذي كنهار احكتين عن علاقتي بالسرطان عندي علاقة بحد السرطان تشوف فيه زواج بيني وبينه او ممكن تير فيه تأذن بالعلاقة اوكي شكرا لاتصالك خلينا نشوف شو الموضوع ليش راحت الصورة هالقدي لهونيك خلينا نشوف شو الوضع بالنسبة لهدى هدى طبعا مواليد اول برج هدى مواليد اول الجوزاء هلا عندي ساعة ولادي هيدا شي جيد بالنسبة لالك عندي ساعة ولادي هالشي اللي بيخليني قدر اشتغل على كل هالمنطقة هاي وعلى الطالع بالنسبة لبيت الزواج يمكن ما قدر اشتغل عليه ما مبين بشكل واضح بس بقلك اذا عطتيني ساعة صحيحة على الارجح انت من الاشخاص اللي عندن زواج مع شخص يمكن يكون مغترب او اجنبي او من بلد مختلف او من ثقافة مختلفة لكن بدي نبهك من شهر تشرين التاني ومن شهر ديسمبر اللي هني بالنسبة لقلك معقول يحملوا معاكسات صعبة لبرشك معقول يسببولك تعب ومشاكل وقصص وحكايات مني كالقدة متوقعتية فبدي تكوني متبهة لصحتك ولعلاقاتك اذا انت بعلاقة مع شخص حاليا مولوبرش السرطان حاليا وضعه جيد جدا ومستعد يفتح صفحة جديدة بيبقى عليك انت فعلا تشوفي اذا انت مع هالشخص فعلا علاقة جدية لحتى تكمله سوا شكرا لاتصالك هودا ناخد جاكلين تفضلي بونجورين كيفك مدهو يا أهلا وسهلا عماني معروف بدي شوف لابنتي تسعة تناش تسعة وتمانين نعم ساعة تمانية ونص تمانية ونص صباحا ايه نعم نعم شو السؤال كل شي اوكي عم تدرسي ولا خلصيت لأ خلصيت اوكي شكرا لاتصالك مرسي اوكي بالنسبة لابنتك حسب ما بيان هون طبعا هي موليد برش القوس بيعطيني طالعة حتى تعرفي طالعة هو الجديد بالنسبة لأيها زواجها بيكون او خليني نقول بما انه عمرة بعدها صغيرة انا بقولك انه بهيد السنة سنة الفين واربعة عشر بعتبرها سنة كتير حلوة لحتى تفتح صفحة جديدة مهنية يبدو كأنه في بحياته بهيد السنة في نقلة نوعية في خبر حلو اللي علاقة بيكونترا شغل يمكن تتعرف على شخص ما رح كتير ركز على موضوع الحياة العاطفية لانه واضح انه في تطورات اكتر عند بنتك اللي علاقة بالمسائل المهنية فتحضر حالة وان شاء الله شو ما صار جعل تصلي فيني ومنتابع معا منتابع الاتصالات روبا تفضلي بونجور يا اهلا وسهلا روبا من البقاء نعم موليد 10-10-75 10-10-75 نعم ساعة عن كل شيء بتس ساعة بعض الظهر ما بارث الزبط قدي ما بنعرف اي ساعة اوكي وشو اي بشكل عام مزوجي بتشتغلي اي مزوزي شكرا لاتس عليك خلينا نشوف بشكل عام شو اللي نطرة 10-10 طبعا موليد برشد ميزين الساعة ما رح فيني اشتغل واكد على هالبيوت هاي لانه ما بنعرف اي ساعة خلاني رح نشتغل بشكل عام بس على الكواكب بالنسبة لقلك انت وبقلك حتى لو ما عندي ساعة ولادي بالنسبة لقلك انا بقلك حضري حالك في عندك رزقة كتير كبيرة ناطرتك بالصيفية شهر تموز وشهر قاب رح يحملولك نقلة نوعية ما بعرف شو حبي تعملي شو اللي عم تبحسي عنه بس حضري حالك بشهر قاب تموز وقاب 2014 وبترجع بعدين تقريبا صوب تموز وقاب 2015 في عندك كمانة رزقة تانية عندك رزقة كتير مهمة بطالية انت وبيطالة ايضا العيلة كمان فبتمنى لك التوفيق مناخد توني تفضل صباح 23 يلا اوكي صباح 23 سوري صباح 23 يلا والسؤال السؤال عن امبي مشروع بحب شوف اذا بيمشي حالو معي اوكي شكرا توني لاتصالك شكرا توني المشروع اللي عم تحكي عنه على الارجح بالنسبة للي انا احتمال انه صحيح فيه شوية صعوبات عندك حاليا ويمكن تكون عم تضيق منها بس بقلك المشروع اللي عم تحكي عنه على الارجح رايح لشهر قاب تموز وقاب بتمضي وبيمشي حالو وما بعرف اذا كتير له علاقة بالسفر او له علاقة مع مشروع برا او بتتعامل مع وجوه جديدة او ناس جديدة مختلفة وعندك مصاري انت بحياتك مصريتك تجي من الخارج العلاقة ببرا ما بعرف توني لو بعده معي كان يمكن قلنا هالموضوع اذا مصاري من برا تتعامل مع ناس من الخارج او بالطباعة او بالنشر او بالجامعات او بالكتابة وهالسنة كلها سنة تسفر وحضر حالك بشهر بالصيفية في عندك رزقة كتير 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 كبيرة هلأ في احتمال انه تسمع جواب قبل لكن انا حسب ما مبين عندي انه شهر شباط معقول يكون فيه انطلاقة حلوة لألك او اخر هيدا يعني هلأ تقريبا وفيه احتمال ايضا انه شهر حزيران وشهر تموز وقاب افضل الاشهر والرزقة كتير كبيرة وبتخدها بتحطها بالشاي بي بناخد امل اتفضل يا امل امل معنا على الهوام السعودية اهلو بونجور يا اهلا انا من قبل حكيت معك من السعودية مشان اعرف بس اطالع يلا من ابني بس ما قلت لي وقتا تاريخ التاريخ و23 سبعة 98 سبعة 98 98 اي ساعة اي ساعة ساعة 41 دقيقة الظهر ايه الظهر 41 دقيقة الظهر بالمانيا وين بالمانيا بفرانكفورت بالمانيا بفرانكفورت طيب خليني شوف ازا عندي اياها انا فرانكفورت مالمشكلة ازا ما عندي اياها لو بلبنان كنت قلتلك إيها ضغري تطلع بدنا فوت نشتغل ومش عارفة إذا عندي وقت لفوت على نشوف إن شاء الله بقلك هو الوقت بين الفرق بين لبنان وبين ألمانيا هو ساعة لا ما خص ما خص خليك معلش بدنا هلأ فرانكفور تطلع معي ضغري خليك معي بدأ تعرف بس تطالع وبنتي إذا كان ممكن بس تطالع إذا ممكن فرانكفورت أمين خليني شوف إذا بحط هاي حط هاي دي ما في غيره خليك معي لنشوف هاي I will save it وتنعرف شو طالع أنا بيعطيني طالع الميزين 23 تموز 23 تموز 98 أنا بيعطيني أوكي أنا بيعطيني أول برش الأسد أوكي وبيعطيني طالع الميزين إذا بفرانكفورت أوكي بفرانكفورت مبالا إي إذا بفرانكفورت دي بورك هلأ في مناطق أنت بتعرفي إنه منطقة بكون فرانكفورت بس في ضواحي ناحا نحن بدي بورك نعم والسؤال هلأ بس أول بنتي كمان هي 31 واحد لحظة 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 أوكي 31 واحد ألف وتسعمية ألفين سنت الألفين أوكي ساعة 12 و 22 ضايقة الظهر الظهر كمان وين؟ كمان بفرانكفورت لأنه يعني نحن دي بورك يلا هيدي مفروض تكون سيفتها مفروض تطلع الضغري بفرانكفورت يلا تنعرف التالع أوكي بنتك مواليد بورش الدلو وطلع الثور هيدا كان مرسي كثيرا أوكي شكرا لأتصالك هيدا كان آخر اتصال معنا لا هلأ خلص صبعا الوقت خلوكم معنا عالم صباحي مكمل وعود لألك غيدا شكرا كارمن راح نتابع محطاتنا بعد لحظات شاف شادي ودومينيك بتي بي شابينج خليكن معنا شكرا 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 شكرا